بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تحرم الزوجة بذلك لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآيات فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينة وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه وأما تحرم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور وأما اللعان طيب الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فتقدم الكلام على أول هذا المقطع من هذا الباب باب الإلاء والظهار واللعان وقد عرفها المؤلف رحمه الله الظهار بأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه أن يقول أنت علي كظهر أمي ونحو هذا القول من الكلام من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته وقوله رحمه الله ونحوه يعني من جهة تشبيه من تحل له بمن تحرم عليه وليس لمجرد التحريم لأن التحريم له أحكام ذكرها في آخر الباب وإنما أراد بقوله من ألفاظ التحريم المشابهة وهي ألفاظ التي يشبه فيها من تحل له بمن تحرم عليه كأمه أو أخته أو نحو ذلك ثم بيّن حكم هذا القول وهذا طبعا هذا النوع من التعريف هو من التعريف بالمثال وهذا جار في كلام العلماء وذلك أن التعريف بالمثال يقصد به تقريب المعنى يقصد به تصوير اللفظ الذي يراد التعريف به من أقرب طريق ولذلك التعريف بالمثال هو من أسهل الطرق التي يعرف بها المعرف لكن هذا لا ينطبق على ما جرى عليه عرف المتأخرين في التعريف من أن يكون التعريف جامعا مانعا لأن هذا لا يجمع ولا يمنع إنما هو صورة يعرف بها المقصود باللفظ قال رحمه الله فهو منكر وزور هذا بيان حكم هذا القول قول الرجل لامرأة أنت عليك ظهر أمي منكر من القول وزور وذلك أنه كذب ومحرم فقوله منكر هذا بيان لتحريم القول وزور لأنه مخالف للواقع وقد وصفه الله تعالى بذلك في قولها الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم يش معنى إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم إن هنا نافية بمعنى ما أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم ثم قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا فوصفه الله تعالى بأنه منكر من القول وأنه زور منكر أي محرم شرعا وزور أي كذب وباطل لأنه تشبيه لمن تحل له بمن تحرم عليه قال ولا تحرم الزوجة بذلك هذا بيان أن هذا القول لا يفيد تحريما لأن الله تعالى أبطله ونفى أن تكون الزوجة أما لذلك قالوا إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم ما أمهاتهم إلا الله ولدنهم فهؤلاء لا ينطبق عليهم هذا الوصف قال لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم عدون لما قالوا أن يرجعون عن الظهار فتحروا رقبة مؤمنة من قبل أن يتمسى ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير هذه هي المرتبة الأولى في الكفار قال إلى آخر الآيات التي ذكر الله تعالى فيها الكفار وهي ثلاث آيات من سورة المجادلة هذه أولها والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا رقبة من قبل أن يتمسى ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير هذه المرتبة الأولى وأشار إليها بقوله فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل إذن أول مراتب كفارة الظهار العتق عتق رقبة واشترط في الرقبة شرطين الشرط الأول أن تكون مؤمنة والشرط الثاني أن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل أما دليل الشرط الأول فهو ما ذكره الله جل وعلا في كفارة القتل قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة فحمل كل ما جاء من الرقاب في الكفارات على هذا القيد الذي ذكره الله جل وعلا في سورة النساء وإن كان في سورة المجادلة لم يأتي هذا الوصف لكنه حمل على ذاك من باب حمل المطلق على المقيد من باب حمل المطلق على المقيد وعلى هذا جمهور العلماء وذهب طائفا من أهل العلم إلى أنه لا يقيد بهذا لأنه مختلف في السبب وإن اتفق في الحكم والذي عليه الجمهور أقرب إلى الصواب إذن الوصف الأول أن تكون مؤمنة والوصف الثاني قال سالمة من العيوب الضارة بالعمل سالمة من العيوب الضارة بالعمل لأن عتق من لا يقوى على العمل أو فيه عيب يحول بينه وبين العمل لا يؤدي المقصود من البر والإحسان بل هو نوع من التخلص من كلفة هذه الرقبة حيث إن بقاءها عبء على مالكها ويمكن أن يستدل لذلك بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه فقوله تعالى ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون هذا في كل ما يخرجه الإنسان لله عز وجل يجب أن يكون على هذا النحو وعلى هذا الوجه أن يكون على نحو لا يتخلص فيه من عبء أو يخرج خبيثا عن طيب بل لا بد أن يكون من أوسط ما يكون من المال لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخير الأعلى في قوله وإياك وكرائم أموالهم في الزكاة ونهى الله تعالى عن إنفاق الخبيث في قوله ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون فلم يبقى بعد ذلك إلا الوسط الذي هو متوسط بين الكمال والنقص هذا دليل قوله رحمه الله سالمة من العيوب الضارة بالعمل وإنما خصه بالعمل لأن العيوب منها ما يؤثر على العمل ومنها ما لا تأثير فيها على العمل فإن كان مما لا تأثير فيها على العمل فإنه لا يمنع من عتقه كان يكون الرقيق فيه مثلا مرض جلدي لا يؤثر على العمل فيه نقص لا يعيقه عن التكسب فهذا لا يمنع من العتق أما المرتبة الثانية من مراتب الكفارة فهي ما ذكره الله جل وعلا في قوله فمن لم يجد أي من لم يجد رقبة يقول جل وعلا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسه ولذلك قال مصنف فإن لم يجد صام شهرين متتابعين وهذا هو لص الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسه وتقييد الشهرين بالتتابع لأن التوالي في الصيام مطلوب فلو فرقه لم يأتي بما طلب منه في الكفارة ولأن التتابع يحصل في الأيام وإن كانت الأيام غير متصلة يعني نقول قوله جل وعلا في صيام شهرين وتتابعين يقصد به عد الأيام لا أن يكون مبدأ الصيام من أول الشهر فلو صام من منتصف الشهر فإنه يصح أن يصوم ويحسب ما بقي من أيام الشهر التي لم يصومها من الشهر الذي يلل الشهر التام الذي سيوافقه وما يتعلق بقوله جل وعلا فصيام شهرين متتابعين يشمل ما إذا كان الشهر ناقصا أو كان تاما فالعبرة بالشهر ذاته لا بكماله أو نقصانه التتابع في قول متتابعين المقصود بالتتابع هو أن لا يفصل بينها بفطر اختياري أو من غير عذر أن لا يفصل بينها بفطر لا عذر له فيه فإن كان معذورا بالفطر كان يسافر مثلا أو يمرض أو المرأة يأتيها الحيض طبعا ما من المرأة الظهار لكن نتكلم عن كل ما شرط فيه التتابع من الصيام إذا لزم الرجل أو المرأة فإن كل ما يكون من التفريق بعذر فإنه لا حرج عليه فيه فالتتابع المطلوب هنا هو التتابع في نحو الصيام رمضان وصيام رمضان قال الله تعالى فيه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فإذا طرع طال يجيب له العذر في الفطر فإنه يفطر ولا يؤثر ذلك على تتابعه لكن إن أفطر من غير عذر فإنه ينقطع الصيام ويستأنف لتحقيق الوصف المطلوب في قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين هذه هي المرتبة الثانية أما المرتبة الثالثة من مراتب الكفارة في الظهار فهي قوله رحمه الله فإن لم يستطع فإن لم يستطع أي إن لم يقدر هذا معناه إن لم يستطع إن لم يقدر وعدم الاستطاعة تشمل ما إذا كان قد عرف ذلك من نفسه يعرف من نفسه أنه لا يطيق أن يصوم شهرين متتابعين ويشمل أيضا ما إذا أخبره ثقة من أهل الطب بأنه لا يستطع الصيام كان يكون مريضا مرضا يؤثر السيام عليه نقصا ففي هذه الحال إذا أخبره طبيب بأنه لا يقوى على الصوم فإنه لا يجب عليه الصوم في هذه الحال ويكون داخلا في قول الله جل وعلا فمن لم يستطع فيطعامه ستين مسكينة فعدم الاستطاعة إما أن تكون بالعلم الذاتي بأن يعلم الإنسان من نفسه أنه لا يستطيع أو بخبر ثقة ومسألة تحديد الاستطاعة من عدمها لا يرجع فيه إلا إلى الإنسان نفسه وديانته فإذا أخبر عن نفسه أنه لا يستطيع فهذا يقبل قوله ولا يحتاج في ذلك إلى أن يحلف لأنه مما يتعلق بالديانة ومعلوم أن ما كان متصلا بالديانة فلا يمين فيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذي جمع في نهار رمضان أتجد ما تعتق رقبة قال لا قال أتستطيع أن تصوم شهرين وتتابعين قال لا قال أتجد ما تطعمه ستين مسكينة قال لا لم يبحث معه عجزه أو عدم قدرته على تلك المراتب بل نقله من مرتبة إلى مرتبة بناء على قوله وديانته فيما بينه وبين ربه فقوله رحمه الله فإن لم يستطع وفي الآية فمن لم يستطع هذا مبني على كما ذكرت إما على ما يعرفه الإنسان من نفسه أو ما يخبره به طبيب ثقة فإطعام ستين مسكينة إطعام ستين مسكينة أي كفاية ستين مسكينة في طعام في وجبة إما بأن يجهز طعاما ويقدمه مطبوخا وإما أن يعطيهم الطعام الذي يكفيهم وقد قدره جماعة من العلماء بنصف صاع لأنه أقل ما ورد في الأطعام والمسألة قريبة والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك لا يتقدر بقدر إنما يرجع في ذلك إلى ما تحصل به الكفاية لأن الكفرات منها ما جاء فيه تعيين القدر المخرج وعدد المنتفعين بالإخراج ومنهما جاء حدد فيه قدر المخرج دون عدد المنتفعين وفيه ما جاء تحديد عدد المخرج إليهم المطعمين دون تحديد قدر الإطعام وهذا كالكفارة التي ذكرها الله تعالى هنا فإنه لم يقدر في ذلك قدرا بل قال جل وعلا فمن لم يستطع فإطعامه ستين مسكين قال رحمه الله وسواء كان وبهذا تكتمل مراتب الكفارة وعلم من سياق الآية أن الكفارة على الترتيب أو على التخير أنها على الترتيب ولا علم في ذلك خلافا بين أهل العلم قال رحمه الله وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه وهذا بيان أن الظهار على نوعين منهما هو مطلق أي غير معلق كان يقول أنت عليك ظهر أمي ومنهما هو معلق والمعلق من الظهار إما أن يعلق بزمان وإما أن يعلق بفعل فإن علق بزمان كان يقول إذا جاء رمضان فأنت عليك ظهر أمي أو إن فعلت كذا فأنت عليك ظهر أمي كله في الحكم واحد فيجري على التقييد ثمت نوع ثالث من أنواع الظهار وهو المؤقت بوقت كان يقول أنت عليك في رمضان كظهر أمي أو أنت عليك هذه السنة كظهر أمي فهذا توقيت وهو في كل الصور منكر من القول وزور لكن يختلف حكمه من حيث ما يترتب عليه فما يكون من الظهار المؤقت هو منكر من القول وزور لكن إذا لم يقع منه قربان للمرأة في زمن التوقيت فإنه لا يلزمه كفارة هكذا قال بعض أهل العلم وقال آخرون بل كفارة لازم له لمجرد القول لأن الله جل وعلا لم يفرق بين المطلق من الظهار والمقيد بل جاءت الآية شاملة للجميع في قوله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لأي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا سواء كان مؤقتا أو غير مؤقت وسواء كان ناجزا أو معلقا إذن عندنا الآن الظهار الحال الأولى أن يكون ناجزا بمعنى أن يكونها معجلا حاضرا لا تعليق فيه هذا معنى الناجز وإما أن يكون معلقا وهذه الحالة الثانية وإما كان يقول إن جاء زيد فأنت عليك ظهر أمي أو إن جاء رمضان فأنت عليك ظهر أمي الثالث من أنواع الظهار أو صياغ الظهار أن يكون مؤقتا بأن يقول أنت علي هذا الزمن تحديدا رمضان هذه السنة هذا الشهر عليك ظهر أمي كل هذه الصور تندرج في الظهار المحرم الذي تترتب عليه الكفارة فيما يظهر من قول المؤلف رحمه الله قال وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه فظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه عد كل ما يكون من ظهار مندرج في ما تقدم من آيات وأحكام الظهار في الكفارة أما آخر ما ذكر المصنف رحمه الله في باب الظهار فهو ما يشاكله ويشابه من بعض الوجوه وهو التحريم إذا حرم الرجل مرأته لكن لم يشبهها بمن تحرم عليه إنما حرمها دون تشبيه بأن قال أنت علي حرام أو أنت علي محرمة أو أنت حرام أنت لا تحلين لي أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي تفيد التحريم هذه الألفاظ على تنوعها واختلافها فإن حكمها مغايل لحكم الظهار ذلك أن الظهار يجمع عمرين تحريم وتشبيه في التحريم وأما هنا فتحريم دون تشبيه بمن لا تحل له على التعبيد يقول رحمه الله أما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها يعني من المباحات ففيه كفارة يمين وإنما ذكر المملوكة دون الزوجة لأن الزوجة مما اختلف العلماء في تحريمها فمنهم من قال إن الرجل إذا قال للمرأة أنت علي حرام فقد يكون طلاقا وقد يكون ظهارا وقد يكون يمينا وهذا هو المذهب والفائص في هذا والمرجع في ذلك إلى ما نواه فإن نواه طلاقا فهو طلاق وإن نواه ظهارا فهو ظهار وإن نواه تحريما فهو تحريم ليس بطلاق ولا بظهار ومن أهل العلم من يقول إنه تحريم مطلقا على أي صفة كانت لأن هذا هو الأصل حتى لو نوا به الطلاق فهو تحريم وحتى لو نوا به الظهار فهو تحريم لأن هذا اللفظ لا يفيد ما نواه من حيث الطلاق والظهار إذن الظهار له لفظ خاص والطلاق له ألفاظ خاصة وهذا القول هو الأقرب إلى الصواف فيما يظهر والله تعالى أعلم أن تحريم الزوجة يمين مطلقا وهذا الذي جاء في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا حرم الرجل أمرأته فهي يمين وذلك أن التحريم هو المنع وليس موافقا للظهار في صفة المنع ولا للطلاق في صفة المنع ثم أن الطلاق لا تحرم به الزوجة إلا أن يكون آخر ثلاث تطريقات وأما إذا كانت الزوجة أي أما إذا كانت طلاق رجعيا فإنها لا تحرم عليه بل هي حلال له إلى أن تنقضي عدتها وأما ما ذكر المصنف رحمه الله من المباحات فهذا يمين بالاتفاق